السلام عليكم ورحمة الله تعالى مرحبا بجميع الأخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحى الموضوع اليوم سيكون حول كيف الملك محمد السادس يساعد فرنسا في أزمتها كما شفنا جميعا أن منذ بداية هذه الأزمة وهذه المقاطعة وتصريحات من هنا وهناك سواء من طرف سياسيين فرنسيين أو سياسيين مسلمين محمد السادس من يدعي أنه حفظ رسول الله التزم الصمت المطبق وما هدرش نهائيا ولم يتكلم لأن المساعدة ديال فرنسا في الهجوم على الإسلام وعلى المسلمين ما كتكونش فقط بواحدة طريقة اللي هي مباشرة ونخرج نقول لك لا أنا أساند فرنسا ولا كذا ولا يعني كاريكاتور ديال الرسول هي حق مشروعه كذا هناك طرق أخرى للمساعدة يعني بلا ما يباني الإنسان في الواجهة مثل الطرق التي يلتجئ إليها محمد السادس أولها الصمت وعدم التعبير عن موقف الموقف يكون مندد وخاغب بالكذوب معبر على حتى شي موقف نهائيا يعني حتى كاتور اللغات وكترات الهضراء وارتفعت الأصوات بأن المغرب ما عندوش موقف وهذا وهذا فهو قال العتماني سير قول لهم شي حاجة المهم غا تسمى أن المغرب قال شي حاجة والمهم أنا ما نبانيش في الواجهة فالعتماني هذك حتي لك عاد فرنسا عليه ولا دا ما ركيت سماغي العتماني غا نحسبوه حمك حتى في ذاك البيان اللي خرجو كتبو أن المغرب زعم ما ينددو بالرسومات الموسيئة وكذا كذا واحد البيان اللي هو محتشي من اللي ما عرفناش كونمو له المغربية تابنى المملكات تابنى وخرجوا العياشة وقداروا ذاك البيان وكي حطوه احداث صورة ديال محمد السادس زعمارة واللي بالرغم من أنه هو مهدر لا فخطبة ولا بيان ولا بلاغ ولا هدرات الوزارة ديال القصور ولا الديوان الملاكي يهدر يعني من جهة القصر ما كينتشي حاجة الصمت الكامل الواحد الوحيد اللي يكتب هو العتماني تحت الضغط لأنه ليش تحت الضغط لأن البيان دياله جاء متأخرا وهل سيكتفي محمد السادس بالصمت فقط أو بالدفع فقط بالعتماني إلى الواجهة كي يوهم المغاربة على أنه المغرب را عنده موقف زعمامون ديت بدك شي اللي كتدير فيه فرنسا وهذا اللي عنده موقف كي يعني من اللول كتشوف هات الحجزة في ذاتك كتنود كتهدر ماشي كتسين تاياتا كي هدر اللول والتاني في رؤساء المسلمين والرابع والخامس وكتشوف الشعوب كيقول لك علاش هادك هدر وعلاش هاده مهدرش وشي وحدين عودوا كيقول لك ها هو أردوغان يمتيلونة فهو شي شوية جاتش للنفس ذاك الشي علاش ولن يكتفي بهذا وبالنسبة للإخوان يعني اللي كيتأثروا بهدوك اللي كي يحاولون تبخيص هاد المقاطعة وتبخيص هاد الانتفاضة ولو كانت انتفاضة إلكترونية اللي لور عندها أثر على الأرض الواقع لأنه يتم مقاطعة المنتجات الفرنسية سواء في المغرب أو في العديد من الدول ما غنقولش دول إسلامية لأنه كما كنقول لكم ديما أنا لا أؤمن أنه كيش دولة إسلامية هناك دول يعيشوا فيها المسلمون يعني كانت واحد الانتفاضة مهما كان السبب ولكن كنشي وحدين كيحاولوا أنهم يبخصوا هاد المجهودات ويبخصوا هاد التورية ويلعبوا على النفسية بنادم ويقول لهم را هديك مجرد رسوم وهدي زعما هاد المقاطعة لن تفيد في شيء بالرغم من أنهم يلبسون ثوب المناضلين يمكن يجي واحد الموقف واللي كيبيل لك معادن الرجال هؤلاء كاملين اللي هما ضد المقاطعة ويتقاسمون مع محمد السادس يعني موقفه في الدفاع عن فرنسا وعن تهجمها على المسلمين بشكل غير مباشر يعني أنتم تتبنون نفس الموقف وربدي عليكم يعني فهنيئا لكم بشكل هذه اللي عرفتها أبي دار تتبنون معها نفس الموقف اللي عندها فشيء مشرف لكم أنكم مع الأنيسة تمانية في نفس الخانة التي سخرت من حملة المقاطعة أبي دار اقتصاد الفرنسي لن ينهار بالمقاطعة بمقاطعة المغاربة ونعرف من هي أبي دار والناس المتبعين للمزيان الأمور السياسية غير عرفوا أن أبي دار فاشتظاهر دعمة أنه يتم تهجم عليها والإرهابيين ويهددونها وكذا وكذا فمن أول من وقف إلى جانبها مستشار محمد السادس أندري أزولاي وسهلوا إليها الخروج إلى فرنسا والحصول على الجنسية الفرنسية وبدأ يتم استعمالها في الإداعات الفرنسية كي تتهجم على الإسلام وعلى المسلمين فهلئا للناس الذين يدعون النضال ويتقاسمون مع لاعبة الكوكب الملكي نفس الموقف فاني أن لكم وأيضا بغيت نقول أن الدليل على أن هذه المقاطعة قبل ما تبدأ منذ بدأت إلكترونية وبدأت الدعوات إليها يعني فباش تعرف أن هذا شيء مؤثر يعني واحد الحاجة اللي كيكون عندها واحد لامباكتلي قوي على أرض الواقع وكتلقاش وحدين يرفضونها ولكن بوحد طريقة غير مباشرة يعني ما كيبغيش يبيلك أنه راه ضد يعني هذا الحراك الافتراضي اللي عنده أثر على أرض الواقع لأن هذا الناس مشكلتهم ماشي مع الملكية ممكن عندهم مشكلة مع الملكية ولكن ماشي أولا عندهم مشكلة مع الإسلام أولا عاد الملكية ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا ترتيب الأولويات عندهم شوف كي داير لذلك فاشكتكون شي حاجة يعني كيكونوا واقفين فيها المسلمين ما كيبغيوش تكون عندك واحد الخلفية دينية هي اللي حركات كل الغيرة ديالك وكان دك شي عنده واحد التأثير واللي تأثير هو بين لكن مثل هذه المواقف هي اللي كتبيل لك أن المسلمين يعني عندهم وزن ديالهم كون بغاوية درورة يعني ما يجعلنا أضحوكة بين الناس هو صمتون يعني إذا تكلم الجميع سيكون عندك واحد الوزن وبالزاف ديالناس سيضربوه لك حساب وبالزاف ديال هدو الأقزام الذين يتهجمون على الإسلام سيبتلعون ألسنتهم الدليل علاقنا على أن هذا شي عنده أثار وأثار قوي هو الاستباقية التي قامت بها شركة سونترال دانون الشركة الفرنسية في المغرب والتي يعني مشوا كيجري والسقو تيكيات فيها مغربي مئة بالمئة أحيدوا يعني كل ما يشير إلى أن هذا المنتوج الفرنسي في حين أننا نعلم أن هذا المنتوج يعني أنتاجته فرنسا يعني خلال فترة الاستعمار الحقيقي ويعني استحوذت عليه شركة الهولدينج الملكي خلال الاستقلال الوهمي وبعد ذلك تم تحويل أسهم أغلبية الأسهم وحتى 37% الأسهم ديالها باعها المالك للسنترال فرنسا فأصبحت عندهم دباشي 90% المهم أن هذه الشركة تمثل فرنسا وبهذه الطريقة يعني محمد السادس اللي عنده تهوى أسهم دياله وإن كانت قليلا حاليا في السنترال لتير عنده أسهم دياله يعني يغير المنتوج الفرنسي ويدافع عنه بطريقة غير مباشرة وفي صمت ما يقدرش يخرج يعني بوجهه يقول لك يعني يقاسي من داك الموقف اللي هو يتبنه ويقول لك أنا أدافع عن فرنسا وأنا ضد المقاطعة هو كيسف طلعت ماني كيقول نهدرا وهو يلتزم الصمت هذه وحدة وحيدناها اندوز الأخرى يعني خوفا من المقاطعة حملة مقاطعة المنتوجات الفرنسية شركة سنترال دانون تضاع شعار مئة بالمئة في المنتوجات على المنتوجات الحاليب وكي يتضح لنا أن الموقف ديال فرنسا مش هو يعني زلة لسان ولا كلام طائش من طرف الرئيس ديال فرنسا بل هو توجه مجمع عليه أجمع عليه الفرنسيون أو الحكومة الفرنسية أو الممتلون السياسيون الفرنسيون تصريح آخر لوزير التجارة الفرنسي الذي يقول قال الكاسيدي نحن لا نخشى ولا نتوقع مقاطعة المغرب لمنتجاتنا هم لا يخافون من المغرب يعني أنهم دائرين المغرب في جيبهم فما دام وزير داخل الحكومة الفرنسية يتكلم عن المغرب بهذه الطريقة إلا وعنده ضمانات شكول يعطاه الضمانات من غير الملكية المغربية التي يعني هي الممثلة الممثلة الحقيقية لفرنسا فوق الأرض المغربية هناك خبر آخر يتكلم يعني باش كيبيلك الامباكت والأثار ديال هاد الحملة ديال المقاطعة قبل ما تنزل الأرض الواقع المجلس العلمي ديال المغرب ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ديال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي هو أصلا يعني معين من طرف محمد السادس ويمثل محمد السادس وقرارته لا تصدر إلا عن محمد السادس وعن النظام المخزاني يعني توجه هذا المجلس برسالة موضوع ديالها يعني تحذير الخطابة نهار الجمعة فصلة ديال الجمعة اللي يتطرقوا إلى موضوع الرسومات الموسيئة يعني هذا واحد الحاجة يعني تمسو يعني اللب ديال الدين وجوهر ديال الدين الرسول عليه الصلاة والسلام والوزارة ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تمنعوا الخطابة من الكلام في هذا الموضوع يعني الوزارة ديال الإسلام في المغرب هل تمثل الإسلام أم المسلمين أم تمثل فرنسا كي نعرف من تمثل هاته الوزارة يعني هذا الوزير ديالنا ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل ما يتفتحوا المساجد يعني في ظل يعني في الوقيت اللي ترا فيها قبل ما ترا هد الجريمة الموفبراكة ديال قتل الأستاذ واللي الضل ديالها ستبنوا بزاف الحوائج لأنهم فاش كيبغيوا يمروا قرارات والقوانين اللي هي صارمة وقصحة فضروري ما كتكون كيضحيوا بواحد الإنسان ولا بواحد المجموعة من الأفراد من خلال واحد العملية كيسموها إرهابية وينسبونها إلى المسلمين وكذلك ومثال شفنا ذاك شلي طرف في سبتمبر تسعود ألفين وواحد يعني حيث كانت هناك عملية سما وهما إرهابية في الخرطة بيانة أنها كانت مفبراكة فعلى إترها تم غزو العراق بدعوى أنه يعني صدام حسين عنده أسلحة الضمار الشامل ورغم أنه مدخلو وما كلا أسلحة الضمار شامل ولا تاشي حاجة رغم ذلك ضمروا العراق واقتحموه وسيطروا وغزوا واحتلوا ولكن هاد الاحتلال وهاد الغزوات أصحابنا اللي هدرنا عليهم في الولد الفيديو اللي هما كيقولك ضد المسلمين والإسلام ولي دير الإرهاب وهذا وهذا تدمير العراق يعني الإرهاب إلا كانوا بالطيايا وذلك يزويون بالتكنولوجيا وكيقتلوا الأطفال ويقتلوا النساء ويغتصبونهم ويستولون على ثرواتهم وشفنا كيفاش الجنود الأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين يعني كانوا كيهزوا الذهب وكيطروا به الطائرات يعني فهذا إرهاب كيوت وزويين وفيه التكنولوجيا وفيه الدول الديمقراطية والمتحدرة والمتقدمة يعني هاد شيء زويون بالنسبة لهم ولا يعلقون عليه فقلنا أن قبل ما توقع تلك الحادثة التوفيق كان يتباحث مع وزير الداخلية الفرنسي يعني ما شأنه وزير الداخلية الفرنسي بشؤون دينية ديال المسلمين لذلك أنا كان كنقولكم حتى الإسلام الذي يصوي قوله محمد السادس هو إسلام فرنسي داك شي اللي بغتو فرنسا داك شي ديال أدريحة وداك شي ديال الحجاب إرهاب وداك شي ديال البخاري تهو خرافة وديال كيبغيو يخلي لكم يعني غير واحد الإسلام يعني أنت منك الرأس غنصدو الجوامع وانت بغتي تسلم وما نشوف تشي مظهر ديال التديون على بره ما تصلي ما تقدم ما تصدع نار رسنا وما يكون ش هناك علامات ما يكون ش هناك إشارات دينية ويعني هذا كش سدرونج للآخرين هكذا يتتحكم فرنسا يعني هي بغى أن المسلمين يتحكموا هما في الدين ديالهم بيدعوى أن كاين جهات خارجية تؤثر ولكن في نفس الوقت كتشوف أنها فرنسا يعني كتحاول تحكم في الدين ديال المسلمين داخل المغرب من خلال الملكية والنظام الملكي لزرعها وحتى أن وزير الداخلية أصبح الفرنسي أصبح يجرس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي هو مفروض علينا مختارين كيجيبوا محمد السادس كيقول كهذا هو وزير الإسلام وهذا هو اللي غادي يقرر لكم يعني كيفاش غيكون الإسلام ديال وإحنا شفنا في هذا الموقف هذا بدأ كي يعني يهددوا الخطابة باش ما يتعرضوش للموضوع ديال الإساءة والرسومات يعني خليوا نحنا مزيانين مع فرنسا وذلك اللي درتو فرنسا هو اللي كي وآخر خبر نحاول نختم به واللي هو يعني بالنسبة للناس اللي كي هذا نوع ديال العياشة دائما يتفخرون بأن المغرب يصنع صيارات والطيارات وتقدم التكنولوجي رونو تعلن وقفة توسيع نشاطها في المغرب يعني فرنسا المالكة لشركات مهما كان عدد المساهمين القليل في المغرب يعني هي التي تقرر فقاشك توقف النشاط التوسع ديالها وفقاشك يخدم المصنع يعني فشبدا سكروا أن قرارات فرنسا أنها تصد المصانع سدات المصانع يعني ففرنسا تقوم باستغلال المغرب والأرضية واليد العاملة وتستعبدهم يعني كتبيع لك يعني تقام بواحد التكلفة معينة داخل فرنسا ماشي هي التكلفة اللي كتخام بها داخل المغرب ففرنسا كتخام بواحد تكلفة اللي هي عالية جدا نظرا يعني للمواد المستعمالة والجودة ديال السيارة التي تصنع في فرنسا ماشي هي الجودة ديال السيارة التي تصنع في المغرب وهذه يعني قدر يشهد بها أي واحد استعمل السيارة التي تم تصنيعها في فرنسا والسيارة التي تم تصنيعها في المغرب سيقول لك هناك فرق كبير هذي الكارتونة دير لها الروايد والخرى ره السيارة بالرغم من أن نرى رونو ليس منتجات صحيحة في سوق السيارات ولكن فرق كبير ما بين رونو ديال فرنسا و رونو ديال المغرب ورغم أن التكلفة عالية ديال السيارات يعني كتلقى أن العامل داخل فرنسا يتقادر جميع حقوقه ويتقادى ضعف يعني ما يتقاداه يعني العامل المغربي داخل شركة رونو عشرات المرات عشرات المرات ولا أكثر ورغم ذلك كتلقى أن السيارة كتبع بنفس التمن باش كتبع فرنسا هو اللي كتبع به هنا يبر رغم أن التكلفة في المغرب كتبع عليهم أقل واليد العاملة أقل يعني كل شي ضائع يعني من المستفيد الواحد هو فرنسا هاد شي قلتو باش نبيلكم أن فرنسا يعني هي المستفيد من تواجدها داخل المغرب وليس المغاربة والمغرب لا يصنع سيارات المغرب فرنسا يعني كجيب الشركة ديالها وكتصنع يتم فقط تتم عملية التركيب وفاش نقوله المغرب كيصنع السيارات هي فاش نديرو منتوج ديالنا باسم مغربي ديالنا سيارة ديال نحن نحن لسنا عاجزين عن ذلك ولكن هناك واحد النظام الذي يمنع المغرب من تصنيع أي منتوج يعني تكنولوجي يكون دياله ويمنع للمختارعين ولا المطورين ولا العلماء ولا الباحثين أنهم يكون عندهم واحد التواجد على أرض الواقع وتكون عندهم واحد قوة المنافسة يعني الدول اللي هي أصبحت متقدمة فلذلك كتلقى أن المختارعين المغربة كيخرجوا البر وكيختارعوا وتنسبوا بعض اختراعات إلى دول أخرى الباحثين تنسبوا بوحوتهم إلى دول أخرى العلماء تنسبوا اكتشافتهم إلى دول أخرى ومن بعد كيجيو شي وحدين يعني عبيد الأنظمة الأمبريالية وعبيد يعني سميتو كيجيو عند المغربة وكيسبهم يقول لكم كنتم باش نصنعتونا هناك نظام يعني أمبلونتات أو زرعات في فرنسا في المغرب يمنعوا يعني المغاربة من تقدم أو من تقديم منتجاتهم حتى أننا نرى بعض المختارعين واحد كنتشتو ديك المرة في أسفي كان قدر واحد اللي عشر سنين هو أخدم في اختراعات دياله وما كيلا دعب لتاشي حاجة بل على العكس من ذلك كانت الدولة كتحاربوا والمقدم يحاربوا فنادي شدك لاتولية دياله أو دك المختبر دياله أخوه عليه القاز أشعل فيه العافية وأنا ديخدمي بيعوا شريع لرسود الفراشة ونبينا عليه السلام هكذا تنتهي طموحات والأحلام في المغرب على يد النظام الملكي يعني كان هذا كل ما لديه بالنسبة لليوم دمتم في الرعاية الله واستمروا في مقاطعتكم ولا تهتموا إلى الأصوات لك تحاول تحبتكم أو تبخص من ما تقومون به فما تقومون به ذو أثر وأثر قوي وكبير وشديد وسيقض مجع فرنسا حتى تقوم بتغيير مواقفها تجاه المسلمين هي الوسيلة الوحيدة ديال المسلمين باش يدفعوا على رأسهم فدافعوا عن أنفسكم وما يغركمش يعني من تشابهت مواقفهم مع مواقف أبي دار التي دافع عنها أزولاي يعني الشخص الذي يقف وراء تتبيت الملكية داخل المغرب فكلهم في خانة واحدة وكل يدافع عن الباطل بطريقته السلام عليكم